السؤال الثالث يقول هل لابد للإنسان أن ينهج في عبادته مذهبا واحدا في كل شيء أم ليس عليه شيء إن أخذ من كل المذاهب أو بعضها فيما يراه أكثر أجرا أو أيسرا لدينه ودنياه هذا يختلف باختلاف الناس فالعامي والمبتدي في التعلم هؤلاء لا يسعهم إلا أن يقلدوا من يثقون بعلمه وتقواه من أهل العلم يقلد أحد المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة وأما بالنسبة للمتعلم الذي عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم فهذا يجب عليه أن يأخذ بما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم إذا كان عنده المقدرة على معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة الدليل الذي ينبني عليه القول فهذا يجب عليه أن يعمل بالدليل لأن عنده المقدرة على ذلك فالناس يختلفون فيها ليسوا على وطيرة واحدة فالتقليد لا يحرم مطلقة ولا يجب مطلقة ولا يحرم مطلقة بل كل على حسب حاله إن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه ورغبة نفسه فيتتبع الرخص ويتتبع الأقوال السهلة التي ليس عليها دليل لكن لأنها تلائم هواه ورغبة هذا لا يجوز وإنما يختار من أقوال العلماء ما قام عليه الدليل إذا كان عنده الأهلية لذلك